ناخد التشكيل مع بعض النهاردة يعني في ناس برضو في وسط اللعيبة دي لازم تحييها بداية اللي أنا هقول اسمه دلوقتي أبو جبل أبو جبل مقلق محمد الشناو كلام على مسؤوليتي أبو جبل ماشاء الله ماشي على طريق محمد الشناو نجم الفرقة يعني حاجة لازم يشيد ديها كنت الكرة بتاعة حازم اللي ترقص وقام جال رجل الشيطة هو وقفل الديقة على فكرة يا كابتن رضا نادي الزمالك في حاجة إيجابية جدا 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 إن واحد زي أبو جبل وجنش أنت ممكن تبني عليهم فرقة أبو طريق حامد تقدر لأ بص ابني ابني على التين دول ممكن سيبني أنا اتكلم براحتك يعني سيبني أنا أتكلم وأنت أتكلم طب عزين سكر طريق حامد جنش أبو جبل في بعض اللعيبة في نادي الزمال مصطفى فاتح مصطفى محمد زيزو يتبني عليهم فرقة قوية جدا يتبني عليهم فرقة قوية يتبني عليهم فرقة قوية باكرايت يبقى قد كده متمر طب ما يلعب باكرايت مهم أما ما فكروش فيها لو فكروا فيها يبقى ده عنصر مهاجم عصري فاكر الكابسة ومحمد صلاح ده نوعية لعبه طريق سوى يعد ويشوت ويرقص نقول التشكيل سوى أبو جبل في حراسة المرمى الوينش وعلاء وحازم وعب شافي في وسط الملعب كان فرجاني ساسي وطريق حامد وقدامهم أوباما على ما تستفهم على أوباما واحد من اللعيبه الكبار لكن أوباما لازم يراجع نفسه شوية من طريقة لعبه الفرص اللي بضيحها يعني مفروض يعني أوباما بصراحة لازم يقعد عشان هو يفوه أنا كلمت على أوباما كتير ودفعت يعني أوباما يعود وساسي يعود ومال مين يلعبه وطريق حامد يعود كمان لقعده لك عشان مين يلعبه مش كده مش كده طب هم بيلعبه انت حاسس بيقول لا ما نقولنا في حاجة غلط طيب ماشي يبقى انت اللعيب بالذات اللي عنده حلول لما بيبقى كده فبيلعب تأديد واجب ممكن تقولي 11 لعب من وجهة نظر سيادتك ان احنا نحطهم في تشكيلة نادي الزمالك محمد أبو جبل أيوة محمد عبغاني أبو جبل عبدالغاني الونش معين مقطع فيه بس الونش الونش بس يلعب على طريقة أنا بشتريقة اللي بيلعب بيها دي بيلعب طريقتك لي على اساس انت المدير الفني هو الونش بيعمل انت عم بقولك تشكيلة ليه طريقتك اللي هي ايه 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 انا في يوم تكع الصبر ولا لا ما خلص كل الطرق دي ما نفعط يعني فيه طرق جديد اه طيب يا عبدالغاني والونش وهلعب عبشافي انت عندك غيره ما تدوسليش عندك غيره ما عندك عبدالله جمع ممصاب الراجل ما جهزه بقى وجهز واحد بمجهودك لا ماشET ده بجيبه من ايه لما النشئين دي قعدة النشئين دي بتعمل دي ما حلاص انت ابقى معفو الالو في الزمالك عليه اللعب في النشئين يعني قعدة النشئين دي اسلام جابر لعبها حتى لأ برضو مش هيقديها طيب عبدي HallOOK رحق طيب عبدالشافي عبدالشافير عمك انت في الوقت الحالي عمك عبدالشافير ده 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 أساس لعب كرة القدم دلوقتي يا كابتن رذا الباكرايت والباكليفت طبعا هم أساس دلوقتي زال ليفربول هم اللي مكسبينهم كل المطيات اللي هي كسبها ليفربول عن طريق الباكرايت والباكليفت أرنولد وروبيرسون المهم بقى الاتنين الدفندرات محمد حسن وحط الطريق محمد حسن وطريق حامل مرتليش مين باكي مين مين مرتلك زيزو زيزو اوكي ماشي محمد حسن وطريق حامل قدامهم من شارق من شارق على الشمال الناحية دي اسلام جابر على اليمين مصطفى فتح مصطفى فتح جابها لا الاتنين مصطفى محمد ولا مصطفى فتح مصطفى فتح نحية اليمين واسلام جابر نحية الشمال ومصطفى محمد رأس حاربة طيب يعني التشكيل الأمثل لنادي زماليك ابو جبل عبدالغني الوينش زيزو عبدالشافي محمد حسن طريق حامل اسلام جابر بن شارق دخ ناس جديدة دخ ناس جديدة بعد كده حطت على الدكة حطت على الدكة بقى أوباما وحطت على ساسي وحطت الناس دي لما هيقعد مرة واثنين وثلاثة هيشتاء تاني للملعب